موسيقى مرحبا بكم موعد نشاطنا على الاقتصادية المفصلة تأتيكم على شاشة النيل أعلنت وزارة المالية أن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2020 تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصعدي وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل لدخلا والمتوسطة وفوق المتوسطة وذكرت المالية أن هذه التعديلات تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60% حيث تمت زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7000 جنيه وحتى 9000 جنيه وبالتالي سيكون الدخل السنوي لدول المرتبات حتى 24 ألف جنيه مع فيهم من الضراء وفي سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية صعودا جمعيا خلال جلسة التعاملات اليوم حيث اتجهت تعاملات المتثمرين العرب نحو الشراء قابلتها عملية باية من قبل المصريين والأجانب وبلغ الأسو المال السوقي لأسوم الشركات المقادة بالبورصة مستوى 582 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه وصعد مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس 30 بنحو 16 من 100% كما ارتفع مؤشر الأسوم الصغيرة والمتاصطة اي جي اكس 70 بنحو 1% اعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان اعتماد 14 منشأة في مصر خالية من مرض انفنوانزا طيور وهو ما يعكس نجاح الجهود المصرية بوزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغدائي المصري من حيث تحقيق الاتفاق الذاتي وفتح أسواق مختلفة للتصدير للخارج بعد مرور 14 عاما على تفشي وباء انفنوانزا الطيور في عدد من دول العالم تعافت صناعة الدواجن في مصر لتحقق الاكتفاء الذاتي من البروتين ومن ثم اعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية رسميا ان مصر ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض انفنوانزا الطيور نحن وقتين مكان 350 كم جنوب القاهرة اللي هو في المينيا المكان معزول تماما اتعامل فيه بنية السائقة وهي جدا احنا بنتابع اعلى نظم الامن الحيوي طبعا كل مستوى من الدواجن ليه مستوى من الامن الحيوي يعني التسمين مستوى غير الامهات غير الجدود احنا بنشتغل على مستوى اعلى من المطلوب الننا فإحنا لو بنشتغل الامهات احنا بنعمل اعلى من مستوى الجدود كمان وده كله مش موضوع سهل ده موضوع مبني ومتخطط له كويس علشان نوصل للنتائج اللي احنا وصلنا لها ده المشروع بدي من حوالي سنة 2006 اتعماله بنية السائقة هوية جدا فيه امن حيوي على اعلى مستوى يمكن يوازي او يعدي شركات الجدود الموظف او الضرف اللي جاي من بره بيخش يقلى حدومه ويخش منطقة عندنا تلات مناطق المنطقة الاولى لها المنطقة الحمرة دي اللي هي تعتبر زي الشر بره من بوابة واحد لبوابة تنين دي بيبافرها الحركة عادية جدا من الناس بتخش وتتخرج فيها يبتغلوا يخشوا في المشروع بيخشوا وحدة الامن الحاوي يلعوا هدومهم تماما ويستحن بمطهرات وياخدوا هدوم من عندنا ويخشوا حقا اسمها الكارانتينة مباني مجهزة على اعلى مستوى يوعدوا فيها من 24 ساعة ل 72 ساعة حسب هل هو موظف هل الموقف الوبائي بقى كويس وعكف المسؤولون على التوسع في إقامة مشروعات الإنتاج الداجني على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثا خارج الزمام الزراعية والبعيدة عن الكتلة السكانية منطقة المينيا دهية منطقة الطريق الغربي في المينيا دي احنا اول ناس نشتغل فيها سواء زراع او دواجن او اي حاجة منطقة دهية قبل ما نشتغل فيها ما كانش فيها حاجة واحنا رحنا هذه المنطقة تحديدا بعيد عن اي منطقة الناس بتشتغل فيها او بتفكر تشتغل فيها في الدواجن فدي كانت اول حاجة تاني شيء تصميم المشروع نفسه المسافات البينية ما بين المشروع البيو سيكوريتي الشديدة من حيث الناس ودخول الناس المشروع ويأتي اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية بروتوكول المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور لأكثر من 14 منشآة داجنا على ارض مصر نتيجة للانتاج المتميز ذات المواصفات العالمية لتحقق الاكتفاء ذاتي وتفتح فرصا كبيرة للتصدير لمختلف دول العالم امل صبري اميل اعتمدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان عددا من التوصيات ابرزها اهمية اعادة هيكلة البنك الزراعي ليطلع بدوره المركزي والاساسي في دفع وزيادة معدلات الانتاج فضلا عن بحث اصلاح القطاع المصرفي في السودان واوصت اللجنة بهيكلة البنك المركزي للقيام بدوره في الرقابة والاشراف على اداء الجهاز المصرفي كما شددت على خروج موظفي بنك السودان من عضوية مجالس ادارات المصارف لتفادي تضارب المصالح قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ان مبادرة تجميد ديون الدول الاشد فقرا في العالم والتي اعلنتها مجموعة العشرين تحقق تقدما ولكن ثمت حاجة لمزيد من الاعفاءات ولمشاركة اكبر من الدائنين بالقطاع الخاص واضف مالباس ان 35 من 73 دولة مؤهلة تشارك في مبادرة مجموعة العشرين التي ستجمد خدمة مدفوعات الديون الثنائية الرسمية حتى نهاية العام وستتيح المبادرة نحو 12 مليار دولار يمكن للدول استخدامها للتعامل مع الاعباء الاقتصادية والصحية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ترجعت مبيعات المنازل الامريكية في مايو الى ادنى مستوى لها في اكثر من تسعة اعوام ونصف العام وهو ما يعزز التوقعات من كماش حد في نشاط سوق الاسكان في الربع الثاني من العام بعد تعطلات الناجمة عن جائحة كورونا وخفضت مبيعات المساكن القائمة التي تشكل حوالي تسعين في المائة من مبيعات المساكن في الولايات المتحدة بنسبة ستة وعشرين وستة من عشر في المائة على اساس سنوي في مايو وهو اكبر نزول سنوي منذ عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الاتفاق التجاري مع الصين لا يزال قائما منقدا بذلك تصريحات سابقة لمستشاره التجاري بيتر نافرو والتي قال فيها ان الاتفاق انتهى قبل ان يترجع عنها لاحقا وترجعت العلاقات الصينية الامريكية الادنى مستوى لها في سنوات وذلك منذ ان ضربت جائحة كورونا التي بدأت من الصين وضربت الولايات المتحدة بقوة لتصبح صاحبة اعلى معدل اصابات ووفيات الناجمة عن الجائحة في العالم قال مسؤولون بارزون في الادارة الامريكية ان الرئيس دونالد ترامب سيعلق دخول فئات معينة من العمالة الاجنبية وهو تحرك هدفه مساعدة الاقتصاد لكن الشركات تعرضه بقوة وضف المسؤول ان ترامب سيمنع دخول العمال الاجانب بموجب التأشيرات المخصصة للعمالة الماهرة حتى نهاية العام بينما تقول الشركات ان تعليق تأشيرات الدخول سيخلق تعافي الاقتصاد من الاضرار التي لحقت به من جائحة فيروس كورونا المستجد في كندا قال دوغفورد رئيس وزراء اقليم اوتاريو ان ترونتو اكبر مدينة في كندا وعاصمتها المالية ستسمح باعادة فتح الشركات بدءا من يوم غد الاربعاء لتنضم الى مناطق اخرى في الاقليم وذلك مع انهاء اغلاق استمر لثلاثة اشهر بسبب جائحة فيروس كورونا وبدأت كندا اعادة فتح اقتصادها بشكل تدريجي هذا الشهر لكن ترونتو لم توضع في القائمة المبدئية قالت الحكومة التشيلية ان الاقتصاد في بلادها سنكمش بنسبة 6.5% في 2020 وهو تراجع اعمق كثيرا مما كان متوقعا قبل شهرين فقط بينما تستمر جائحة فيروس كورونا في توجيه ضربات متتالية لاكبر منتج للنحاس في العالم كانت الحكومة قد قدرت في ابريل ان الناتج المحلي الاجمالي سينخفض بنسبة 2% وحضر بنك المركزي الاسبوع الماضي من ان اقتصاد شيلي سينكمش ما بين 5.5% و7.5% في 2020 ليسجل ادنى مستويات منذ ازمة ديون امريكا اللاتينية في ثمانينات القرن الماضي وصلنا الى ختام نشاطنا الاقتصادية المفصلة بقيت تذكرة بابرز مجاة وزارة المالية تؤكد ان تعديلات الضريبة على الدخل تسهم في تحقيق وفر ضريبي للشرائح الاقل دخلا والمتوسطة البنك الدولي يدعو لزيادة المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين بشأن ديون الدول الاشد فقرا هبوط مبيعات المنازل في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في تسعة أعوام ونصف بسبب جائحة كورونا انتهت نشاطنا ندومتم في أمان الله